موسيقى الثامنة بالتوقيت العالمي الموحد نشرة الأخبار من قناة الموريتانية نستهلها معكم بأبرز العناوين رئيس الجمهورية تفقد المقر المركز للشركة الوطني للماء في الواقشوطة الغربية ويؤكد جسامة المهام المنوطة بالشركة بعد التوسع العمراني للعاصمة موسيقى مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية اجتماعوا لدراسة ونقاش عدد من مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة ونجلة المالية تواصل دراسة ميزانيات القطاعات الحكومية موسيقى كلية العلوم والتقنيات بجامعة مأبشوطة العصرية تحتضن تظاهرات العيام الدولية للكيميا اهلا بكم الى تفاصيل النشرة ادى رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز ظهرا اليوم سيارة اطلاع وتفقد للمقر المركز لشركة الوطنية للماء في الواقشوطة الغربية حيث اطلع على الخدمات التي تقدمها الشركة والمشاة التي تتوفر عليها وطبيعة العمل الاداري وكذر رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على جسامة المهام المنوطة بالشركة بعد التوسع العمراني والكثافة السكانية التي شهدتها مدينة الواقشوط الشركة الوطنية للماء هي محطة اخرى من محطاته الزيارات التي يؤدها رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز للمؤسسات العمومية والمرافق الحيوية للوقوف عن قرب على واقع هذه المؤسسات وإلى أي مدى تسدي خدماتها للمواطنين على ناحي المطلوب واستمع رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز خلال اجتماع عقده مع القائمين على الشركة إلى شروح حول المهام المنوطة بالشركة والطرق والأساليب المتبعة في تأديتها لمهامها وأكد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على جسامة المهام المنوطة بالشركة والمتمثلة في توفير مياه الشرب وتعميمها على كل المواطنين تلبية للطلبات المتزايدة في هذا المجال نتيجة للتوسع العمراني والكذابة السكانية التي شهدتها مدينة نواقشوط والوسط الحضري بصفة عامة والذي يشكل مجالا لخدمات الشركة وحث رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على تغريب الخدمات من المواطنين والعمل على الرفع من الإنتاج وتعميمه مع مراعاة الجودة حتى يتمكن المواطنون من النفاذ إلى الماء الصالح لشرب وسد النقص في هذا المجال وأبرز رئيس الجمهورية أهمية عصرنة خدمات الشركة وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة الاستغلال الأمذل للموارد المتاحة والحفاظ عليها من أجل تأمين انسيابية العمل واستغلال الوسائل في المهام المخصصة لها وتميزت الزيارة بعرض قدمه المدير العام للشركة استعرض فيه مهام الشركة المتمثلة في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع المياه بأسعار مخفضة في 49 مدينة بالوسط الحضري استقبل الوسير الأول السيد يحيو الحدمين اليوم في مكتبه بالوزارة الأولى مساعد الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد فلاديمير فور نوكوف وتناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب جاءت المقابلة بحضور الدكتورة مكبولة متبردين مديرة ديوان الوزير الأول في الشأن البرلماني عقد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية سواء اليوم اجتماعا خصصا لدراسة ونقاش عدد من مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة كما عقدت لجنة المالية بالجمعية اجتماعين مفاصلين خصصا لنقاش قطاعية الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد البوليل ناقش مؤتمر رؤساء بالجمعية عددا من مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة بغيتي حالتها إلى اللجان المختصة مسئلة الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدها والشيخ سيديا تانديا مرفوقة بكبار معاوينها بدورها عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية صباح اليوم اجتماعا تحت رئاسة النائب الطالب مصطفى المحمد الأمين رئيس اللجنة خصصا لنقاش ميزانية وزارة الزراعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 وقد تبعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمت وزيرة الزراعة سيدة المينة من القطب الممى تطرقت فيه إلى مختلف بنود ميزانية الوزارة وكانت الوزيرة محاطة بكبار معاوينها نفس اللجنة عقدت اجتماعا كذلك مساء أمس تحت رئاسة رئيسها النائب الطالب مصطفى المحمد الأمين خصصه الآخر لنقاش ميزانية وزارة التجارة والصناعة والسياحة في مشروع قانون المالية الأصلي للسنة 2018 وقد تبعت اللجنة عرضا قدمته وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناهمة حمد والمكناس تناولت فيه مختلفة بنود الميزانية المذكورة سقط الجندي الدركي حمادي والصنبة شهيدا على ساحة الشرف في جمهورية وسط إفريقيا حيث كان يعمل ضمن وحدة من قوات الدرك الوطني في إطار مهمة عسكرية أممية لأرساء الأمن والطمأنينة في هذا البلد الإفريقي كما أصيب سميلان له بشروح خلال معركة الدفاع عن مقر وحدتهم بعد تعرضها لهجوم جبان وبهذه المناسبة الأليمة أصدرت وزارة الدفاع الوطني البيانة التالية يعلن وزير الدفاع الوطني عن تعرض مركز أمني تابع لمفرزة السلام الموريتانية في مدينة إبريا بوسط إفريقيا لعملية جبان نفذتها عصابة خارج عن القانون يوم 14-2017 كان المركز المستهدف يتولى مهمة تأمين مخيم للازحين تحت حماية الأمم المتحدة قد تصد أفراد مفرزتنا بقوة لهذا الاعتداء ومع كامل الأساف قد نجم عن العملية مقتل الدركي حمادي والصنبة وإصابة دركيين بجروح وبهذه المناسبة الأليمة وباسم رئيس الجمهورية القائد العلى للقوات المسلحة يتقدم الوزير بتعازيه لأسرة الشهيد ولأفراد القوات المسلحة وأقوات الأمن وتمنياته بالشفاء العاجل للجريحين إنا لله وإنا إليه راجعون إلى مدينة واديبو حيث أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري أمس زيارة ميدانية لمعظم الوحدات الصناعية والمرافق الحيوية التابعة لقطاعه وقد حث الوزير خلال هذه الزيارة الفاعلين في مجال الصيد على احترام الشروط البيئية والصحية الواردة في دفاتر الالتزامات لعمل لجنة الجاوية المكلفة بتسير الملف الصحي والبيئي لشركات دقيق وزيوت سمك والنشاطات غير المصنفة التي تمارس على شواطئ خليج الراحة جاءت زيارة الميدانية التي أدها وزير الصيد والاقتصاد البحري للمنطقة الصناعية المعروفة بالبونتية والتي تحتضن نشاطات الشركات موكا وفي عين المكان تابع الوزير مستوى التقيود بالمعايير والإجراءات الفنية المتبعة من قبل بعض المصانع العاملة في نشاط دقيق وزيوت سمك وهنا أعطى الوزير رفقة سلطات الإدارية لولاية داخلة واذبو تعليمات صارمة بإرزامية كافة الشركات باتباع المعايير مؤكداً أن لا مجال لتراجع عن تظيم هذا القطاع الذي يعاني من اختلالات لا بد من التقلب عليها وفي الموقع المحالي لشركة تصنيع سفن عين السيد الوزير الوضعية البيئية للشاطي ومستوى النفايات التي تتكدس بكميات كبيرة في مظهر قير لايق يهدد التوازن البيئي مظاهر أخرى أكثر تأثيراً على البيئة والصحة العامة يتعلق الأمر بوضعية العاملين في نشاط تجفيف الأسماك المعروفة محلياً بقد هنا اطلع وزير الصيد والاقتصاد البحري على الفوضوية التي تطبع مزاولة هذا النشاط الذي تشكل نفاياته خطراً على البيئة البحرية ولا تتوفر ظروف مزاولته على أبسط المقاومات الصحية اللازمة وضعية حرص سيد الوزير على تتبع تفاصيلها من خلال محاورة العاملين في مجال تجفيف سمك والتأكيد أن السلطات ستقوم بإجراءات عاجلة لتنظيم هذا الحقل الذي سبق وأن تم ترحيله خارج مدينة واذبو خلال السنوات الأخيرة ومن السوق المعروف بيسي جابي انتقل سيد الوزير رفقة السلطات الإدارية والأمنية إلى الموقع المحاذي لمعهد بحوث المحيطات والصيد وفي عين المكان تعرف سيد الوزير على وضعية الشاطئ في الشريط المحاذي لحي كنصدو وذلك من أجل معينة طول حالة الشاطئ الذي يعاني من مخاطر بيئية بفعل مخلفات نشاطات الشركات العاملة في مجال صيد البحري وكان مقر ولاية داخلة الوزيف قد احتضن اجتماعا تشاوريا مع أصحاب المصانع العاملة في مجال الدقيق وزيوت سمك وقد كان الاجتماع فرصة لتعرف على مستوى التقدم الحاصل في مجال تطبيق المعايير وشروط الواردة في دفتر الاتزامات التي تفرض على هذه المصانع التقيد بالجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية التي تعد من أهم الواجهات السياحية لمدينة واذبو وهنا في نواكشوت اشترف وسير التعليم العالي والبحث العلمي الصباح اليوم بكلية العلوم والتقنيات على انطلاق الأيام الدولية للكيميا تنظم هذه التظاهرة من طرف الجمعية الموريتانية للكيميا تحت عنوان الكيميا والتنمية المستدامة في موريتانيا التحديات والآفاق إنارة الرأي العام وأصحاب الإختصاص حول دول الكيميا في تنمية الدول الاقتصاديا واصناعيا غاية تسعى الجمعية الموريتانية للكيميا إلى تحقيقها عبر أيامها الدولية المخصصة لمواكبة الثورة البحثية والتكنولوجيا العلمية في مشاري الكيميا وأسبل الاستفادة منها في تعزز القدرات التنموية والاقتصادية لبلادنا إنني على يقيم بأن هذه الأيام العلمية الهامة وبالنظري إلى العروض والموضوعات المطروحة فيها أن تكون منطلقا جيدا لجمع الكفاءات من أجل النهوض وتطور ومواكبة الثورة البحثية والتكنولوجيا العلمية في مجال علم الكيميا رئيس جامعة المواكشوط العصرية الدكتور أحمد الحوبة أبرز في كلمته قيمة هذا النمط من اللقاءات العلمية باعتباره وسيلة لاكتشاف مختلف الإشكاليات والنظريات العلمية كما يشكل فرصة لربط اصطلته بباحثنا من مختلف دول العالم لاستفالته من الخبرات وتطوير المسار العلمي والأكاديمي لطلاب التخصص أما رئيس الجمعية الموريتانية الكيميا الدكتور محمد المينو للشامخ فقد أكد في كلمته أن التبادل والنقاش خلال هذه الأيام سيمكن المشاركين من ربط المزيد من العلاقات العلمية الوقت لتطوير المشاريع العلمية والبحثية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف الباحثين ثلاثة أيام ستشكل إطارا زمنيا لتبادل التجارب وتقديم المقترحات في العلوم الكيميائية عن طريق باحثين وطنيين ودوليين خلال عدة عروض وأبحاث تتناول أحدث النظريات العلمية الكيميائية نظم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا وكالة الأمم المتحدة للهجرة حفلا بمقره ذلك بمناسبة السيارة التي يؤديها المدير الجاوي للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة المقيم بالعاصمة السنغالية ذكر إلى بلادنا قد شرى هذا الحفل بحضور الوزيرة المتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج هو مكتب المنظمة الدولية للهجرة ببلادنا وكالة الأمم المتحدة للهجرة ينظمان هذا الحفل بمناسبة الزيارة التي يؤديها السيد ريتشارد جانزينغ المدير الجاوي بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة المقيم بالعاصمة السنغالية داكار الحفل الذي جرى بحضور الوزيرة المتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين بالخارج السيدة خادجة أمباركفال ولومناه العامون أهل كل من وزارة الداخلية والمركزية ووزارة الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين وممثل بعض الهيئات الدولية تميز بكلمة للمدير الجاوي بالمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة أكد خلالها التزام هيئته بالعمل المثمري القائم بينها وموريتانيا من خلال بعثة المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا والبعثة الدائمة لموريتانيا في جنف والمكتب الإقليمي بداكار مضيفا في هذا الصدد أن المنظمة الدولية للهجرة تعكف حاليا في يطار تعاونها الدائم مع موريتانيا على وضع مشاريع مهمة وذلك بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في مجال الهجرة في موريتانيا المنظمة الدولية للهجرة بدأت العمل في مكتبها ببلادنا العام 2007 وتنشط في ثلاث مدن هي العاصمة نواكشوط وباسكنو وسيد بابي كشف محافظ البنك المركزي الموريتاني دهرامس في مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط للرأي العام الوطني والدولي التغيرات القادمة في العملة الوطنية وضح المحافظ أن وظائف الوقية ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون أن تتأثر بالتغير الشديد تطرق محافظ البنك المركزي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بسياق الإصلاح المالي والإستراتيجية العامة للبنك التي تغطي السنوات الثلاثة القادمة تطرق إلى تحديد ملامح الإصلاح الشديد للعملة الوطنية ارتأى البنك المركزي الموريتاني من خلال أدة دراسات عدلها من خلال المالي استراتيجيته الثلاثية لنظم محوار أساسي يتعلق بأسرنة نظمة وسائل الدفع هذا بالنسبة للضروري بهالي لا بدانا من نتكيفه كبنك مركزي غير ملك الدولة بالمحيط الدولي إحنا ما نعيشه في جزيرة أو حدنا إحنا نجد نشوف عالم وعندنا اختباط بالعالم ولا بدانا من نتكيفه مع التطورات لمستوى العالم ضرورة كذلك اقتصادية هاي عصرانة وسائل الدفع ما نقدو يكون نطورها بهالي عادت دور تشوفه ذاك عادت مكلفه وعادت الحقيقة ما هي عصرية وتوفق مباشرة هو كذلك مطلب الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين خلال دراسات عدلنا وفيما يتعلق بالنمو والناتج المحلي الإجمالي في سياق الإصلاح الجديد استعرض محافظ البنك المركزي الموريتاني الزيادات المعتبرة الحاصلة ما بين سنتي 2009-2017 بما يتعلق بالنمو والناتج المحلي الإجمالي ليلاحظ على نظام زيادة ناتج الجمالي المحلي بـ 1063 مليار رقية وهذا يود مهرنا ارتفاع بـ 785 مليار رقية من سنة 2009 إلى هذه السنة معناها أنه مشى من 785 مليار رقية سنة 2009 ووصل إلى مليار وثمين مية وتسعة وعشرين ألف وثمين مية وتسعة وعشرين مليار رقية سنة 2017 هذا يمثل زيادة تقدر بـ 135 مية وحول الكترة النقدية للبلد الناجمة عن الترابط الإيجابي بين النشاط الاقتصادي الفعلي والمجامع النقدية بين المحافظ حجم السيولة في الاقتصاد الوطني كترة النقدية مشات من 107 مليارات من سنة 2010 إلى 608 مليارات 2017 وهذه نتيجة على كل حالة طبيعية إذا برنا بعين الاعتبار ربط الإيجابي بين النشاط الاقتصادي والمجامع النقدية وحول الاحتياط الوطني من العملات ومقاومة العملة الوطنية للأزمة المالية وصف محافظ البنك المركزي نسبة خفاض العملة الوطنية مقارنة مع دول الأخرى كالجزائر والنيجر ومصر بالضعيف بما يتعلق بالعملة الصعبة والاحتياطي من العملات الاجنبية كذلك اليوم هذا الاحتياطي يمثل 850 مليون دولار وهذا يمكننا من نضمن استيرادنا الوطني مدة 15 شهر تقريبا وتحدث محافظ البنك المركزي الموريتاني عن فوائد الإصلاح الجديد وما يتيحه من تسهين لمبادلات تجارية ومكافحة تبيض الأموال والحد من التزوير والرفع من مستوى الصيرفة ونلفت عناتكم مشاهدين الكرام لأن حلقة الليلة برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول موضوع التغيير القادم في العملة الوطنية والآن مشاهدين الكرام نربط الاتصال بالزملاء في تيشيت لتقديم النافذة الخاصة التي نواكب من خلالها فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المدن القديمة والسامير سيدي والبوية أحمد سيدي إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام أحييكم من مدينة تيشيت في مستهل نافذتنا التي نفتحها كل ليلة لموافاتكم بمستجدات المهرجان الذي تحتضنه المدينة هذه السنة في نسخته السابعة ونستهل نافذتنا هذه الليلة بنشاطات لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حيث تتواصل المسابقة المنظمة لصالح طلبة المحاضر بالمدن الأربعة الثلاث المدن الأربعة التي تحتضن هذا المهرجان المسابقة في علوم القرآن والحديث والسيرة النبوية وقد أشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الإسلامية تقرير التالي يشارك في هذه المسابقة ثلاثون وثلاثون من طلبتي المحاضر بالمدن القديمة الأربعة الشنقيط ودان ولاتة وتشيت وقد أسندت مهمة تصحيح المسابقة إلى لجنة مؤلفة من أئمة المساجد العتقاء بالمدن القديمة الأربعة بإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ممثلة في إدارة التوجيه الإسلامي نحن الآن في التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف الذي تجرى فعالياته كل سنة في هذا المهرجان المبارك المهرجان المدن القديمة الذي سنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز فكانت فكرة رائدة تحيي هذه المدن وتعيد لها ألقها الذي عرفت به على مر التاريخ فهي بادرة تذكر فتشكى مواد المسابقة تشمل حفظ القرآن وتجويده ورسمه وأصول الحديث وأسئلة أخرى في السيرة النبوية العطرة الفائزون في هذه المسابقة سيحصلون على جوائز قيمة خلال حفل اختتام المهرجان مساء الخميس المقبل شهدت مدينة تشيت ما بين النسختين الأولى والحالية عدة ترميمات وقد شملت هذه الترميمات مواقع تاريخية مهمة مجاورة للمسجد وبأماكن أخرى تقرير الزميل محمد لمين العبدالله تشيت المدينة القديمة سباق مع الوقت من أجل تدارك ما تبقى من إرث مادي وثقافي كادت تدفينه الرمال لولا ما باتت المدينة تحظى به مؤخرا وهي تحتضن مهرجان المدن القديمة للمرة الثانية بنسخته السابعة هذا العام تظاهرة لفتت الانتباه إلى ضرورة إنقاذ هذه البباني التي تبقى سجدا حيا على فن عمارة غني وفريط بين عوامل التعرية وهجرة الأهالي تكاد تشيت تفقد ألقها القديم يوم كانت مركز إشعاع علمي في عموم المنطقة دولا ما يقوم به بعض أبناء المدينة المهتمين بالتاريخ والتراث من جهود مكملة لجهود السلطات المعنية المدينة العريقة بدأت تسترد بعضا من عافيتها في ظل ما باتت تحوى به من اهتمام قد يجعلها محجا للباحثين من جهة ومركز جذب للتقر وتثبيت الساكنة من جهة أخرى تقرير الزميل سعيد الحبيب خلف هذه الجدران العتيقة يرقد مخزون علمي وثقافي يحوي أمهات الكتوب والمخطوطات في شتى صنوف المعرفة قمن آلية حفظ أهلية تحاول إنقاذ ما تركه الآباء المؤسسون بعد أن غدرت يد الزمان بالكثير منه مكتبة قديمة الحمد لله فيها جميع الفنون تحتوي على جميع الحمد لله الفنون القرآن والتفاسر والحديث ومصطلحه والفقه التفاقه بكامل الحمد لله وجميع الحمد لله أهم كتب من أقدمهم المواطع اللي بين يديكم من أسواقها خمسمائة ستة أثمانين هزرية وهم كتاب الضعفاء والمتركون وهم كتب أخرين في البيوت التيشيتية مواطن حفظ خاصة بالكتب ورجال يتعحدونها بالاعتناء بما تبقى منها بعد عوامل الزمن والمناخ وهي مهمة تتطلب ترميم ما يمكن ترميمه بحيث يحافظ على مضمونه وشكله في السبعة عشر مكتبة منضوية تحت لوائه وفيه مكتبات أخرى أهلية تضم إما عشرين كتاب وإما مئة وإما خمسة وإما لم تخلو يخلو بيتهم في تيشيت من كتاب مخطوط لأن إما كناش وإما ابن وهيب وطبعا القرآن قاع من باب أحرى هذه المكتبات تحوي كم من هائلا من الكتب يزيد على عسرة آلاف كتاب أما من حيث الوثائق فعددها لا يمكن أن مقدرة لأنها لم يقم بتصنيفها ولا بدخل إلى تحديدها تقدر عدد المخطوطات والكتب التي عثر عليها في تيشيت بالألاف يتم عرض نماذج منها في مواسمك هذا المهرجان الذي يسعى إلى إعادة تأهيل ما تعرض منها للتلف وصيانة ما بقي منها محافظا على أصله سعيد الحبيب للموريتانية تيشيت وبهذا العنصر مشاهدين الكرام المتعلق بالمخطوطات بمدينة تيشيت نختم نافذتنا لهذه الليلة على أمل اللقاء بكم الليلة القادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لزميل سيدي والبوية أحمد الذي كان معنا وباشرة من مدينة تيشيت والآن ننتقل إلى سميل محمد والطلحة هنا في الاستيديو لتقديم الأشراء الصادية مساء الخير سميل مساء الخير يا محمد أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى أخبار الاقتصاد بعد الفاصل أهلا بكم في جديد البداية بأسعار أهم العمولات العالمية مقابل لوقيا حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني أوهرت البيانات ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 25.1% على أساس السنوي الثاني على مستوى تبلغه عبر التاريخ حيث استمر تراجع الأسهم الصينية في الضغط على الأسواق غير أن التركز هذا الأسبوع سيتحول نحو بيانات التضخم في اليابان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة وتقديرات الناتج المحالي الإجمالي للولايات المتحدة وكندا وإصدار مؤشر مديري المشتريات في العديد من البلدان بما فيها الصين ارتفعت قيمة أسهم شركة تنسانت القابضة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنحو 3% لتصل قيمتها إلى 413.4 دولار ما يجعله من عملاق الإنترنت الصيني أكبر شركة في آسيا من حيث القيمة السوقية وعلى ذات الدرب شهد مارض الصيني التكنولوجيا الفائقة نموا ملحوظا منذ خروجه للدول كمعارض الناشئ فيما يريد نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية ما تبقى من الثامنة تتابعونه مع محمد البددي بعد الفاصل شكراً زميلي طلحة نظمت بزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الصباح اليوم بنواكشوت حفلاً لتسليم شهادات التخرج للدفعة الأولى من المكونين في مشاري الإسعاف والإنقاذ في الوسط المهني يأتي هذا التكوين ثمرةً للتعاون بين المكتب الوطني للطب الشغل وبعض الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال المكتب الوطني لطب الشغل يباشر حفل تكريم الدفعة الأولى من المكونين في مجال الإسعاف والإنقاذ في الوسط المهني والتي دام تكوينها لمدة ثلاثة أشهر وتأتي هذه الدفعة ثمرةً للتعاون بين المكتب الدولي للشغل والمكتب الوطني لطب الشغل وبرنامج جنوب جنوب والمعهد الوطني الجزائري للعمل إضافة إلى مساهمتها في الرفع من المستوى المهني وخلق كوادر متخصصة ومكونة تكوينا مهنيا داخل المؤسسات وقادرة على تدخل مباشر حال وقوع الحادث وعيا من المكتب الوطني لطب الشقل بالمهام المكلف بها وسعيا منه إلى الحد من الأخطار المهنية والأضرار الناجمة عنها عمل المكتب الوطني لطب الشقل على خلق الكادر البشري المكون والقادر على التدخل المفيد وفي الوقت المناسب في حالة وقوع حوادث أو أمراض تستدعي تدخل مسعفين للقيام بعمليات الإسعاف والإنقاذ المستعجلة حيث تعتبر معرفة الإسعافات الأولية ضرورة في الوسط المهني وفي الحياة العامة بشكل أعم وذلك نظراً لارتباط حياتي ومستقبل المصاب بسرعة إسعافه وبالطرق الصحيحة مسؤول السلامة والصحة المهنية لشمال إفريقيا في مكتب العمل الدولي بالجزائر الدكتور حليم الحمزاوي أشاد في كلمته بالمناسبة بالدورة التكوينية وثمن التعاون الثنائي بين بلادنا وهيئته بهذا الخصوص مؤكداً الاستعداد التام لدعم جهود المؤسسات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وقد تميز الحفل بتوزيع إفادات تكوينية على الخريجين تقديراً لجهودهم المهنية التي بذلوها طيلة فترة التكوين ودعماً لمسيرتهم المستقبلية نظم قطاع البيئة والتنمية المستدامة صباحاً اليوم يوماً تحسيسياً تحت عنوان آليات النفاذ إلى الصندوق الأخضر من أشر المناخ يرمي هذا اللقاء إلى استفادة موريتانيا من فرص التمويل التي تتيحها آلية التنمويل المناخي انزجاماً مع التعهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا ضمن خطة شاملة لمكافحة التغير المناخي تتحت اليوم بالعاصمة نواكشوت ورشة تكوينية وتحسيسية لصالح الفاعلين الوطنيين تحت عنوان آليات النفاذ إلى الصندوق الأخضر من أجل المناخ يتنزل انطلاق هذا البرنامج التحسيسي والتكويني حول الصندوق الأخضر من أجل المناخ والذي يرمي إلى استفادة بلدنا من فرص التمويل التي تتيحها آلية التمويل المناخي وذلك من خلال تعرف على مجال تدخله وإجراءات النفاذ إليه وفنياته في تصميم المشاريع وإجراءاته وشرطه لاحتماد الكيانة الوطنية ستنظم هذه التكوينات بالتعاون مع خبراء الصندوق لتستفيد منها قطاعات مثل قطاع العموم والقطاع الخصوصي والمنتخابين والمجتمع المدني وخلال هذه الورشة تم تقديم عروض تكوينية أظهر من خلالها المعطرون الأشواط الكبيرة التي قطعتها بلادنا للوقوف أمام هذه الظاهرة جدير بالذكر أن هذه الورشة التكوينية والتحسيسية مطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذي والزراعة وبحضور ممثلين عن هيئات عمومية وخصوصية ومنتخابين وممثلين عن هيئات المجتمع المدني والآن مشاهدين الكرام أنتقل إلى زميلتي ورده من التباه مساء الخير زميلة ورده من نشرة الرياضية بعد الفاصل فعلا إذن مشاهدين نشرة الرياضة بعد قليل أهلا بكم إلى تفاصيل قد تتمت بمجينة الزورات فعاليات كأس والي تير زمول لكرة الغدام وذلك بمشاركة عديد الاندي الرياضية وأفاز بهذا الكأس في نسختها الحالية نادي الزورات تفاصيل في التقرير التالي جمعت المباراة النهائية لكأس والي تير زمول المنظمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني نادي ديال الحمر بنادي زورات واتهت بنتيجة ثقيلة تمثلت في ثلاثة أهداف نظيفة لصالح نادي زورات وهكذا ومع انطلاق المباراة لم ينتظر فريق نادي زورات طويلا حتى أسكن اللاعب رقم 12 نياس الكرة في مرمى نادي ديال الحمر ومنذ ذلك الوقت تابع لعب نادي زورات تألقهم على شكل هجمات منسقة أسفرت في الدقيقة السادسة والثلاثين عن تسجيل هدف ثاني بواسطة اللاعب بابا سيدو أمدو لينتهي الشوط الأول بهدفين للا شيء ولم يكن نادي ديال الحمر في الشوط الثاني أفضل حظ حيث وصل نادي زورات ضغطه مسجلا هدفا ثالثا في الدقيقة الخامس عشرة من الشوط الثاني من خلال مسجل الهدف الأول اللاعب نياس لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة لصالح نادي زورات راننا فرحاني نبدل كاس اللي فزنا به اللي هو كاس الوالي داير مما السنة الماضية لعبنا نهائي وقلبناها قاعي غير كانوا هم شو من مشاكلوا على كل حالة مرتنا الثانية باطنا نلعبوه النهائي والسنة الحمد لله راننا فزنا به وفزنا هدفنا انشاء الله هو البوز بطولة لقدسب الساني يعني نلعب بلايوف ونطلع بليمير ديفزيون والشاركة في هذه الكأس ستة وأندية هي بالإضافة إلى الناديين المتنافسين نادي بروغريف ديرك ونوادي درقاج والحيط والمرام وفي نهاية المباراة سلم والي تيرزمور المساعد سيد جاقنا عبدالله كأس والي تيرزمور لفريق نادي الزورات فيما حصل الفريق الثاني على جائزة تقديرية تم استدر اليوم أن رئيس الكاف أحمد أحمد سيقوم بزيارة رسميا نهاية الأسبوع الجري لبلادنا وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس الكاف منذ انتخابه والثاني له بعد التي قمت بها خلال حملة الانتخابية أمام رئيس السابق الكاميرون عيسيا حياته التي تمكن من خلالها من كسب تصويت الاتحاد الوطنية لكرة القدم أكدت مصادر من الاتحاد الوطني كرة اليد المتخاب الوطني لهذه اللعبة الأولمبيا سيشارك منتصف الشهر المقبل في منافسات بطولة دولية لكرة اليد بالمغرب في السياق المتصيلة تواصل بعثة من هذه الاتحادية زيارتها الميدانية لأسمة ولاية تيرزا الروسو ولكن لإطلاع ميدانيا على المنشآت الرياضية هناك اكتشاف مواهب جديدة في الولاية كما تجري البعثة الدورية تكمية لصالح الحكام ضمن سياسة الاتحاد الارامية إلى تطوير كرة اليد في مختلف ولايات الوطن نهاية نشط الرياضة شكرا لمتابعتكم بعد قليل تلتقونا بالديدين شكرا لزميلة وردة وبأخبار الرياضة ومشاهد الكرام تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنبا رئيس الجمهورية يتفقد المقر المركزي لشركة الوطنية للماء في المقشوطة العربية ويؤكد جسامة المهام المنوطة بالشركة بعد التوسع العمراني للعاصمة مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية اجتماع لدراسة ونقاش عدد من مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة والأجنة المالية تواصل دراسة ميزانيات القطاعات الحكومية كلية العلوم والتقنيات بجامعاتنا وشوطة عصرية تحتضن تظاهرة الأيام الدولية للكيميا نشر مشاهد الكرام تات شكرا لكم على كرام المتابعة اشتركوا في القناة